شكراً سيد الرئيس سيد الرئيس لقد نصت المادة الثانية من لثاق الأمم المتحدة في فقراتها الأولى والرابعة والسابعة على احترام مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها وعلى امتناع الدول في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وعلى أنه ليس في هذا المثاق ما يسوّغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما كما أكدت كافة القرارات التي اعتمدها مجلسكم الموقّر هذا حول سوريا وعددها تسعة وعشرون قراراً أكدت كلها على الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الأقليمية وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ويحق لنا اليوم ولكافة شعوب العالم التي ما زالت تؤمن بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة التساؤل عما قام به مجلسكم هذا من أجل ضمان احترام هذه الأهداف والمقاصد التي عمل الآباء المؤسسون على صياغتها بحكمة سعياً منهم لتحقيق السلام والأمن والازدهار في العالم بعدما شاهدوه من حروب وويلات إننا في سوريا ندرك بأن بلادنا ليست الضحية الأولى نتيجة انتهاك بعض أعضاء مجلس الأمن لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لكن ما تعانيه سوريا جاء كنتيجة للتعامي على كل تلك الانتهاكات السابقة على مدار عشرات السنين فماذا فعل المجلس عندما قوضت هذه الدول الأعضاء في المجلس الأمن أحكام الميثاق في مرحلة مبكرة من تأسيسها وحرمت الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وماذا فعل المجلس عندما قوضت نفس هذه الدول أحكام الميثاق وغزة العراق وماذا فعل المجلس عندما قوضت نفس هذه الدول أحكام الميثاق فدمرت ليبيا وماذا فعل المجلس عندما قوضت هذه الدول إياها أحكام الميثاق فغذت الإرهاب العالمي وأسمته بالحركة الجهادية وماذا فعل المجلس عندما قوضت هذه الدول إياها أحكام المثاق وتدخلت بشكل سافر في الشؤون الداخلية للدول العضاء ونهبت ثرواتها كما هو الحال في العديد من الدول الأفريقية إن فجور البعض تجاه بلادي سيد الرئيس هو نتيجة تغليب هذا البعض مبدأ غطرصة القوة على مبدأ قوة القانون واستهتاره بمبادئ ومقاصد المثاق في غياب أي مساءلة جدية لمن يستقوي بشريعة الغاب على القانون اسمحوا لي أيها السادة أن أستعرض معكم بإجاز ما تعرضت له بلاد سوريا من حرب عالمية إرهابية لا سابقة له على مدى سبع سنوات في ظل صمت البعض وتواطئ البعض ولا مبالات البعض وتغاضي البعض وتآمر البعض الآخر لقد سخرت بعض الدول النافذة في هذا المجلس وأعني هنا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا كل طاقاتها للنيل من بلاد سوريا أرضا وشعبا وموقفا سياسيا ولتصفية حساباتها القديمة معها وتلاعبت هذه الدول بمبادئ المثاق وانتهكت أحكامه لتحقيق أجنداتها التدخلية الخاصة على حساب دماء الشعب السوري ومقدراته ومستقبل أبنائه وسخرت ماكيناتها الإعلامية وبعض موظفي الأمم المتحدة للأسف لتشويه حقيقة ما جرى ويجري في سوريا وتضليل الرأي العام الدولي بشأن ما يعانيه المدنيون فيها إنسانيا كما يقال بفعل ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة التي دأبت على مدى السنوات السبع الماضية على اتخاذ المدنيين في مناطق تواجدهم دروعا بشرية وعلى استباحتهم للمشافي والمدارس وجعلها مراكز عسكرية وأماكن اعتقال للمختطفين وأمطارهم للمناطق المدنية بقذائف الحقد العشوائية خلال العشرين يوما الأخيرة السيد الرئيس تم قصف مدينة دمشق وحدها بألف قذيفة ألف لقد تلعبت هذه الدول بمبادئ المثاق وانتهكت أحكامه عندما أوعزت لأدواتها الإقليمية بتسخير كل إمكانياتها المادية والإعلامية لدعم المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال إصدار الفتاوى الوهابية التكفيرية لاستباحة دماء السوريين ومن خلال فتح الحدود لتسهيل عبور عشرات الآلاف من الأرهابيين المرتزقة من أكثر من مئة دولة عضو في هذه المنظمة إلى داخل سوريا ومن خلال إنشاء معسكرات تدريب للأرهابيين في دول الجوار ومن خلال محاولة تقديم هؤلاء الأرهابيين على أنهم معارضة سورية معتدلة اليوم الأرهابي المرتزق الذي يأتينا من مئة دولة عضو اسمه معارضة سورية معتدلة طبعا تم تعديل الصفة الوراثية لهؤلاء بحيث يصبحون سوريين زميلي يقول لي أن السيدة المترجمة قالت أن دمشق قصفت بعشرين قذيفة هاون فقط لا أعيد تم قصف مدينة دمشق خلال العشرين يوما الأخيرة بألف قذيفة وصاروخ لن أذيع سراً أيها الرئيس حين أقول بأن هذا الدعم للأرهابيين قد كلف هذه الدول مئة وسبعة وثلاثين مليار دولار على حد قول رئيس وزراء قطر السابق كما لن أذيع سراً عندما أقول بأن سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في دمشق قد أعلن بأن بلاده صرفت 12 مليار دولار خلال أربع سنوات منذ عام 2014 وحتى عام 2017 بهدف تغيير الحكم في سوريا الحكم في سوريا معجب للشباب في واشنطن بدون يغيروا بغيروا ببغداد بغيروا بليبيا بغيروا بسوريا بغيروا بفنزويلا بإيران ما في قانون أما وثائق وكيليكس فقد فضحت سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة المعادية لبلادي منذ الغزو الأمريكي البريطاني للعراق لقد تلعبت هذه الدول بمبادئ الميثاق وانتهكت أحكامه عندما قدمت للمجموعات الإرهابية المسلحة وسهلت امتلاكها للمواد الكيميائية السامة لاستخدامها ضد المدنيين الأبرياء ومن ثم التلاعب بمكان الحوادث وفبركة المعلومات وتقديم شهادات زور مضللة لآلية تحقيق مشكوك بمصداقيتها وحيادها ليتم اتهام الحكومة السورية واتخاذه ذريعة لشن العدوان عليها هذا مجلد كبير سيد الرئيس ب136 رسالة تم إرسالها من الحكومة السورية إليكم 136 رسالة حول معلومات مهمة جدا تتعلق باستخدام واستقدام الإرهابيين لمواد كيميائية من خارج سوريا بقصد استخدامها في سوريا وتم استخدامها 136 رسالة حول الموضوع الكيميائي فقط تم توزيع كوثائق رسمية وهي في عهدتكم كلكم لكن لا أحد يبالي لا أحد يقرأ هذه المعلومات اللهم إلا البعض المتخصص اليوم تنشر أهم المجلات السياسية الأمريكية وهي نيوزويك مقالا لكاتبه إيان ويلكي بتاريخ 8 شباط الحالي تحت عنوان Now Mattis admits there was no evidence Asad used poison gas on his people يعترف وزير الدفاع الأمريكي في هذا المقال بأنه لا توجد أدلة على أن الحكومة السورية استخدمت غازات سامة ضد شعبها لا في خانشيخون ولا في حادثة الغوطة في العام 2013 هذا وزير الدفاع الأمريكي بل أمس حذت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي حذوة نظيرها الأمريكي فقالت أنه لا توجد أدلة موثقة لدى فرنسا على استخدام الحكومة السورية لغازل كلور رغم ذلك رغم ذلك فإن كلام الوزيرة الفرنسية هذا لم يمنع رئيسها من رسم خطوط بألوان قوس قزح والتهديد بشن عدوان على بلاد سوريا كما كانت قد فعلت الإدارة الأمريكية السابقة لقد تلاعبت هذه الدول بمبادئ الميثاق وانتهكت أحكامها عندما حاولت شرعنة الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها قوات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والتي كان آخرها العدوان الذي ارتكبه هذا التحالف غير الشرعي بتاريخ 8 أشباط الجارية في ريف دير الزور الشمالي الشرقي بحق قوات شعبية سورية كانت تتصدى لتنظيم داعش الإرهابي هذا الكلام مهم جدا المنطقة التي هاجمتها القوات الشعبية السورية ضد داعش هي تحت الحماية الأمريكية شمال شرقي دير الزور شريط بعرض 30 كيلومتر وطول 65 كيلومتر داعش الذي هزمناه في دير الزور والبوكمال خرج من هاتين المدينتين بحماية أمريكية وتمركز في هذه المنطقة على الحدود السورية العراقية وعندما هاجمته القوات الشعبية السورية عندما هاجمت القوات الشعبية السورية داعش في هذه المنطقة قامت القوات الأمريكية الجوية طائرات الحربية الأمريكية بقصف هذه القوات الشعبية مما يكشف مرة أخرى وبما لا يدع مجالا للشك الوظيفة الحقيقية لهذا التحالف والدور الذي تلعبه واشنطن في دعم تنظيم داعش الإرهابي على غرار ما فعلته سابقا عندما استهدفت بهجمات جوية مواقع الجيش العربي السوري في جبل الثردة كما تذكرون قرب ديرزور نفسه بتاريخ 17-9-2016 فمكنت بذلك آنذاك تنظيم داعش الإرهابي من التقدم واحتلال تلك المواقع في جبل الثردة ناهيك عن تدمير هذا التحالف المتعمد لنحو 90% من مدينة الرقة السورية وتراجع هذا التحالف عن تعهداته بإزالة عشرات آلاف الألغام التي زرعها تنظيم داعش الإرهابي في المدينة قبل خروجه منها وانتقاله للخدمة الإرهابية تحت الرايتين الأمريكية في شرق الفرات والتركية في شمال عفرين بالمناسبة أنا من المؤسف جدا أن إحاطة السيد المبعوث الخاص التي استمعت إليها بعناية لم تتطرق إطلاقا إلى وجود احتلال أمريكي لأجزاء من بلادي ولا احتلال تركي لأجزاء من بلادي السيد المبعوث الخاص قال أنه هناك نزاع عبر للحدود في عفرين نزاع عبر للحدود في عفرين وليس دخول تركي غير مشروع إلى داخل بلادي وهجوم على مدينة سورية اسمها عفرين السيد الرئيس لقد تلاعبت هذه الدول بمبادئ الميثاق وانتهكت أحكامهم عندما صمتت هذه الدول إياها وإدارة عمليات حظ السلام عن الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الجمهورية العربية السورية والتي كان آخرها العدوان الغاشم الذي ارتكبته تلك القوات بتاريخ عشر أشباط فبراير 2018 وهو العدوان الذي حاولت زميلة المندوبة الأمريكية تبريره بالقول أنه جاء ردا على إرسال إيران طائرة بدون طيار إلى فوق فلسطين المحتلة هذا الكلام عارن عن الصحة وكاذب ومضلل وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها إسرائيل بالاعتداء على سيادة بلادي أنتم كلكم تعرفون أن إسرائيل تقامت ومازالت تقوم إلى حين إسقاط طائرتها مؤخرا الحربية فوق فلسطين المحتلة بصاروخ سوري سوري كانت وما زالت تقوم بانتهاك سيادة بلادنا هذا الكلام كله ننقله إلى عنايتكم وعناية إدارة عمليات حفظ السلام لقد تلعبت هذه الدول بمبادئ المثاق وانتهكت أحكامه عندما منعت صدور بيانات عن المجلس تدين اعتداء التنظيمات الأرهابية المسلحة وإطلاقها ما يزيد عن ألف قذيفة صاروخية وقذيفة هاون خلال الأيام القليلة الماضية على الأحياء والضواحي السكانية والبعثات الدبلوماسية والمنشآت الخدمية والكنائس في مدينة دمشق ومدن أخرى حيث تسببت هذه الاعتداءات باستشهاد عشرات المدنيين وجرح المئات معظمهم من النساء والأطفال لقد تلعبت هذه الدول بمبادئ المثاق وانتهكت أحكامه عندما روجت لمصطلح المناطق المحاصرة في معرض الحديث عن الوضع في الغوطة الشرقية في ريف دمشق وتغاضت عن حقيقة أن أهالي الغوطة الشرقية محاصرون من الداخل من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة المختلفة المتواجدة فيها والتي تستغل المدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية وتقوم بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية واحتكارها وتوزيعها على مناصريها أو بيعها للمحتاجين بأسعار باهظة على غرار ما حصل سابقاً في أحياء حلب الشرقية كما تذكرون سيد الرئيس عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية التدخل العسكري في بلادي بشكل أحادي الجانب وغير شرعي قالت واشنطن أنها قادمة إلى سوريا لمحاربة داعش كما تذكرون ثم غيروا التوجه فقالوا نحن في سوريا لبناء قواعد عسكرية دائمة للحفاظ على الأمن الاستراتيجي الأمريكي وأمن حلفائنا حلفاء واشنطن ثم غيروا التوجه مرة أخرى فقالوا نحن في سوريا لخلق ميليشيات مسلحة متمردة على السيادة السورية ووضع المصادر النفطية والغازية والمائية تحت سيطرة هذه الميليشيات يعني بدون يعملوا دويلة بالزور ثم غيروا وجهة القبلة فقالوا نحن في سوريا حتى لو تمت هزيمة داعش أجديدة كانت نحن سنبقى في سوريا حتى لو تمت هزيمة داعش قالوا نفس الكلام عن العراق نفس الكلام قالوا عن العراق لتبرير بقاء قواتهم في العراق كما ردوا غيروا وجهة نظرهم فقالوا نحن لن نغادر سوريا حتى يتم تنفيذ تسوية سياسية وضمان أمن حلفائنا في المنطقة بعدين آخر شيء يعني آخر إبداع قالوا نحن في سوريا عم نحارب إيران وحزب الله وروسيا أغيروا استراتيجيتهم النووية والجباب عم يفكروا باستخدام السلاح النووي كما فهمنا وليس بعيدا أنه بكرة بيقولونا نحن في سوريا لمحاربة الكائنات الفضائية القادمة من مجرد ضرب التباني يوم ما سيد الرئيس ترحب حكومة بلادي وتشيد بجهود الاتحاد الروسي وخاصة الرئيس فلاديمير بوتين في عقد واستضافة مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتي الروسية لقد أثبت مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتي من جديد أن العملية السياسية في سوريا لا يمكن أن تبدأ وتستمر إلا بقيادة سوريا ودون أي تدخل خارجي حيث مثل المشاركون في المؤتمر مختلف شرائح المجتمع السوري السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها واعتمدوا في هذا المؤتمر بالأغلبية الساحقة وثقتين هامتين الأولى هي البيان الختامي والثانية هي لجنة مناقشة الدستور وأرجو أن ننتبه إلى حيثيات ما أقول كي لا يتم التلاعب أو التفسير المغلوط لما صدر عن سوتي السيد الرئيس إن البيان الختامي الذي صوت وعدل عليه السوريون المشاركون بأكثر من نقطة ليقروه بعدها بأغلبية الأصوات بأغلبية الأصوات يعني صار في عملية تصويت ديمقراطية وحسب القواعد والإجراءات المتفق عليها تم التصويت بأغلبية الأصوات على البيان الختامي الذي هو اللبنة الأساسية في المسار السياسي والقاعدة الصلبة التي سينطلق منها أي حوار أو محادثات بعد الآن وذلك انطلاقاً من أن الحل سوري سوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي وهي تعابير وردت في بيان سوتي في البيان الختامي وبالتالي فإن هذا البيان يشكل أرضية شرعية ومنطلقاً وحيداً وأساساً ثابتاً لأي مسار سياسي خاصةً وأنه قد تضمن ثوابتاً وطنية تحظى بإجمع السوريين ولا يمكن لأحد أن يجادل بشأنها وهي الحفاظ على سيادة ووحدة سوريا وحق الشعب السوري الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والحفاظ على الجيش والقوات المسلحة الشعب السوري وليس أسلوب اللوية جيرغا واستناداً إلى مبدأ أن السوريين وحدهم هم من يحددون مستقبلهم ودستورهم فقد اعتمد المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتي قراراً حول تشكيل لجنة مناقشة الدستور وبالتالي فإن تشكيل اللجنة يجب أن يتم وفقاً لهذا القرار الذي حدد مهامها القرار الذي صوت عليه السوريون ولم يعطي المشاركون في المؤتمر السيد المبعوث الخاص إلى سوريا أي وصاية أو تفويد أو سلطة فيما يخص تشكيل لجنة مناقشة الدستور نحن في سوريا ملتزمون بما صوت عليه المشاركون في المؤتمر ولسنا معنيين بأي لجنة يتم تشكيلها من قبل أي جهة خارجية كما أننا لن نتعامل مع نتائج مناقشاتها أو أي أمر يتعلق بها الشأن الدستوري أيها السادة وشأن سيادي سيادي وهو أمر ينطبق عليكم جميعا إن حكومة الجمهورية العربية السورية كانت وما تزال مع أي مسار سياسي يحقن دماء الشعب السوري ويحافظ على وحدة واستقلال البلاد ويضمن عدم المساس بسيادتها بأي شكل من الأشكال ويكفل مبدأ أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبل بلاده عبر الحوار الوطني السوري السوري الحوار الوطني السوري السوري وهو المبدأ الثابت الذي أكدت عليه كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلاة بالأزمة السورية أعود في النهاية إلى مقالته زميلتي من دوبة الولايات المتحدة الأمريكية من أنها مع السلام في سوريا وأنها تريد تطبيق القرار 2254 طيب هذا القرار الذي وافقت عليه بلادها يؤكد الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة أراضي بلادي إذا كان هذا القرار الذي وافقت عليه واشنطن يؤكد الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة أراضي بلادي سوريا فماذا تفعل القوات الأمريكية فوق أجزاء من بلادي إذن؟ ألا تنتهك لولايات المتحدة الأمريكية هذا القرار الذي وافق عليه وفدها هنا في هذا المجلس وصدر بالإجماع؟ شكرا لسيادة رأيس